السلام عليكم العزيز و شارعكم و ان شاء الله تكونوا بخير. جبت لكم اليوم وصفة البنيون. هاي ديتكم شاملوا وصفة البنيون هاد المرة دلت لكم بنيون بيستاشيو. راح تكون وصفة هيلة وسهلة سهلة على البنيون لم يكور هذا. صدقوني انا شخصيا جيتني سهلة على البنيون هذا اللي يجي مكور. وصفة كما تشوفو ستا بدوكم نوري لكم كيف اشدروها. انا راح ندير مية مية وربعة جوني اكزاك تونين مية وربعة. حبا تاع بنيون. انا توجوغ البنيون حب ندير كمية كبيرة بس كما نقدرش نعرف اه اسوي يكفي ولو ما يكفيش. ينتكل. انا واحدة اضيف انا كل زوش ثلاثة وصفة صغير ويعجبني بنين. زمان ندير بالزيادة باش الناس كامل تاكل بالشبعة. درت نص حكا يا مقلاسي بقلاساج غوشي. ونص كما شفته بستاشيو. درت الاكتارية درت هادة يا لمكور. راح نوري لكم في فشدة البني وانتعلي وما راح ندير بني ونسامبل بلقطة طايف بلافيتين. يعني وصفها لا باز. نحتاج المياه واربعة ولميات نحبه. بتاع البني ون عندي زوش باكيات تاع القاطون استعملت بيمو. زوش باكيات قفرة بيمو شوكو. نحيط هنا قرمشة كتر من الفيتين. زوش كيلات تاع كوكاو ولا اي مكسيرات جوز ولا وش حبيتو. انا عندي حلوة ترك استعملت حلوة ترك الاميرا. جي بزف بنينة هاي له هاد الحلوة ترك. زيتكم عليها ستوري في الانستاغام. من ايش عارفة لشتوها. حلوة ترك مشا الله خيرت منها. هادي ليجي شوكو فاني باسكو ديجا البنيون تاعي رح يكون شوكو. ارحيتها ولا تقدروا سكر في جوها. تخلطوها مع القفريت والقاطو والمكسيرات تاعكم. شوفوا تحبوا تطمو بزبدة والعسل. انا منحبوش بزبدة والعسل. منحبو بلاباتة تختيني. ولا تقدروا تطمو بلاباتة الاباتة بيستاش. هديك ليتتباع. انا ضميت بالاباتة تختيني تزيلية. لكو تشاهدوا فيها. قدكم شيت هاد البيضون. عارفة اروحي بلين حرحل بزاف الحلويات. نضمو حتى نتحصلو عليك ورا شوفو. حوتي. لبنيون تحبو الحبات تاكم جي وقفة بطبع. متجري واش. ما ديروش جاري. وما ديروش ناشف. قد تكونوا تكوورو فيها. يبدأ يتكسل وكان يكون ناشف. ماء بدو وتفرغوا بشوية بلاكو يجري لكم. ولاشتو هلاجاري غير زيدولو شوية فارينة محمصة ولا زيدولو شوية مكسيرات. المهم زيدولوك شو حاجة نتخليوه شاكك. في فصل الشيتة عادي تخلوه. ميبسح في فصل الصيف صدقوني رح يوليكم تمرميدة ورح يولي تالق روحو. انا درت استعملت داخل الاباتة اختياري مشي لازم. عندي باطة على باتة هادية بخالينة. استعملت اماند نوازيت. رح تزيدلي في البنة. يعني في كمية كبيرة دت هاد الباطة. هدي اختياري تقدروا تقدروا ما تديروهاش بس ودي جانا انا ديري المكسيرات لداخل. انا كانت عندي في الدار. باش تزيدلي في البنة يكتب عليكم بنيون ديروا لمكونات بنان يجيكم بنين. از مو بنيون. حتى نحصل على كورا. هاكا كما تشاهدوا. رح نخدم هديك الطبقة الفوقانية. انا هنستعمل هاد الاصابر تاع بخالينة فيها عشرين بالمئة من النوازيت. هاي مكتوبة. تقدروا اه ديروا غير هادية مديروش قع هديك البخالينة. انا كان عندي في الدار سينون لو كان ما كانش عندي ما نديروش تكتوفو. كندير ميلانج ما بين شوكولة بخالينة هادية راح تجي نفس كشو راح تجي بستاشيو ديراكت. تقدروا تخلطوا هاد الزوج ومنديروش كامل بستاشيو ديشا شوكولة هادية كتراصة فيها البخالينة. انا لو كان ما كانش عندي ما نديروش. انا كان عندي مملك خامبل كان عندي دارتو في المصفاتة اه ديليس الجوزية. ولي ما عنداش خامبل انا نعطيكم الباديل. سيداتي سيداتي ديرو القاتو بيمو. ارحوا ديرو داخل راح تحصلوا على نفس النتيجة. هنا باكم مكونات اكيد راح تتلقاوهما في شيين. عندي ماتين وخمسين جرام بتاع الشوكولة. درت ماتين جرام بتاع شوكولة بخالينة. وخمسين جرام بتاع شوكولة لصافيخ بستاش. هنا راني حنقسمها على زوج باش نعرف شحال. هاكات ولي صان. وبعدتك على ربعات ولي سيكونت. سيكونت سيكونت عندي مية وربعين جرام بتاع البات. اه بخالينة بستاش. وعندي ثمانين جرام تاع الكرمبل. اللي قطول قدو تعاوضوه بثمانين جرام تاع غاتو بيمو مرحي. كما كم تشاهدو خلط شوكولة بخالينة. مع شوكولة بستاش راح ندوبهم في حمام مائي ولا في الميكرون. انا صراحة ندوبتها في الميكرون. تحصلت على هاد الكولاق. دوكم نزومي لكم. تشوفوا باللي آآ شوفوا هاي خضرة. تحبوها شوية فرنسي زيدو شوية ملاسا نقصوا شوية بخالينة. وزيدو شوية في البيستاش هاديك شوكولة بستاش شوفوا فيها نقاطي وكلش. تقدرو كيمارا هي هاكا. ديرو الهاديراك الكرمبل وديرو هاكا على طبقة اولى. ولكن انتواجد عندكم مقادرين شروه. ضيفو هاد الزاباتة بستاش. ستقدرو ترحو شوية بيستاش ديروه داخل. لان اعطيت لكم شحال من فكرة. انا درت مئة وخمسين قرام. تاع شوكولة. درت ميلانج ما بين شوكولة بخالينة. شوكولة بيستاش. درت مئة وربعين قرام. تاع لاباتة بيستاش. تمانين قرام بتاع الكرمبل. اللي تقدرو تتعوضوه بالبيمو. اضفت هاد الكرمبل كما تشوفون. نبقى نخلط. انا الكرمبل كرحيتو باسكو رحيتو شوية. شوية خشين. كرحيتو ما فتحتوش. كشغول بقى هاكا متكتل. يا بديت نفتح فيها هاكا داخل الشوكولة عادي. ما هي. ما هي. ليأثرش. مباشرة ندخلوش تبرد مباشرة لازم يكون البنيون تاعكم مواجد. تروحوا دلوها في مول تاع سيليكون. اللي استعملت مول سيليكون هادة اللي جاء بفتح في الفوق. الفوق. تقدرو دلو واحد مشي مفتوح. ديسانسيال مول سيليكون. كل واحدة دل وش متواجد عندها. تقدرو تعمروها بالمغرفة كما تقدرو ديرو بلابوش هادوي متعمروهاش كما عموها لمنتصف فقط والمنتصف باخر نديروه بنيون شوفوش حال سهل هاد المرحلة لابيها قوت لكم انا جاني سهل على المكور هاداك دخلوها المجمد نخطو بيان باش باش الجيناليس من تحتا ويخرجو كامل فقاعة الهواء دخل هالمجمد مدة ربع ساعة باش نجنده طبقات على البنيون فوقها وكملنا شوفو ليش حسهل شوفو ريك فاش تنحا بكل سهولة والحبات يخرجو ما شاء الله شابين شوفو شوفو تخرجو شابا متحتاجوش كاعة ذيك لاباتا بيستاش من فوق غيرا كان عندكم مول ما فيهش تقبا من فوق تقدروا ما تديروش كما تقدروا تديروش توا لابات بخاليني درناها في الحشو تقدروا تديروها من فوقها وحجي تاني بزاف شابا الباقي تعلافات كما تشاهدوا بنيون عادي نكوورها كايا دخلوه للتلاجة اعطيكم توجوه ناصيحة نقولها لكم في الفيديو ونعودها لكم هاد المرة كدخلوا البنيون في المجمد هو من المسحسن ديروه في المجمد باش يحكموا رحوميا لازم تجبدوه من قبل بعشر دقايق باش وشنو ينقسلوا هدك البرودة بالسف باش يكون الحرارة تح شوكولة شوكولة تكون سخونة والبنيون متاعكم يكون بارد كونجلي وشح يصرر حتى تتشقق لكم شوكولة كامل يعني طلع يا ربي سيكون لكم حبة ولازلتها بشوكولة غوشي ونتقدروا تديرو شوكولة اولي تزيدوا لها المكسيرات كي ما احبيتوا المهم كل مئتين قرام ديرو لها تلت مغارف كبارة على الزيت درتنا هاد الاباتا بيستاج هاد يتقدروا تشلو هادية وديروها في بلاسة البخالينة يعني تصلح عمرو هدك الحشو هاكل ايو انا حبيتوا شوية فانسي باشي باشي يعطي اللون اللي 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 حلوة تاعنا وتقدروا تشبحوا بحبيبات بيستاج من الفوق ولا بيستاج مرحي وتقدروا زينوب الورد يلي ما يحبوش يزينوب هاد الورد وكامل يحبو حاجة كوميستيب لحاجة تنكل رفا يضغ وكملنا لقاتو تاعنا لقاتو تقدروا تديروه من في الدقيقة تسعين بسكو ساهل صراح هذا ساهل بزب بزب وبخزون طابل اللي عندها مهيبة ولا ما تزيتيش رح ييجي بالطبع ويحمر لك وجهك قداما استعارك في نهاية الفيديو مع لي اغنقلكم تلوا في روحتيكم العزاء سنشوفهم ان شاء الله فيديو جديد ووصفات جديدة وسلام عليكم